انطلقت فعليات سامبوزيوم أسوان الدولي للنحط في دورته السابعة والعشرين بمشاركة خمسة نحاتين مصريين وخمسة أجانب من إيطاليا وإسبانيا وفرنسا والهند والسودان ويهدف سامبوزيوم إلى إحياء فن النحط على الجرانيت الذي تشتهر به محافظة أسوان بمشاركة العديد من الفنانين المصريين والأجانب يذكر أن سامبوزيوم تم تأسيسه عام 1996 على يد الفنان العالمي أدم محنين في الحقيقة أنا أول مرة أشتغل في الجرانيت أنا كنت أشتغل رخام نحط في الرخام ودي أول مرة أشتغل في خامة الجرانيت بس طبعا مش أول مرة أشتغل في أسوان هنا أنا عملت تنسال عباس العقاد ارتفاعه حوالي 6 متر موجود في مدان عباس العقاد هنا معمول من البرونز ودي تجربة بالنسبة لي تجربة يعني مهمة جدا لأن العصر المصري القديم كان بيهتم بالصرحية في عمل في نحط الجرانيت فحبنا نعمل محاولات في نحط الجرانيت ترجمة نانسي قنقر